السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنقيم جميع القاب جميع الاحزمة بتاع الاتحايا هنشوف هنقيمهم على حسب الشكل وهنرتبهم من الاسوأ للاحسن فخلينا نشوف معانا اول لقب واول حزام هو الانتر كونتنينتل تشامبينشيب او حزام الكارات شكله كويس على فكرة بس يعني في احسن منه اكيد فحطه جيد جدا معانا بعد كده الانتر كونتنينتل تابلو دابلو اي اونيفيرسال شامبينشيب اللي هو الحزام الموحد اللي مع رومان رينزا حاليا شكله جميل جدا بصراحة اه كنت بحب اللقب الدابلو اي القديم اللي هو الاسود كان شكله جميل بصراحة برضو بس دا وتعل عليه يعني خلى الخلفية بدل ما خلفية الدابلو اي في الحزام سودة كان لها دهبي وبقى شكله جميل جدا فاعجبني بصراحة اله الحزام ده فحطه ممتاز معانا بعد كده لها حزام ن اكس تي بصراحة ما بتفرجش على ان اكس تي خالص باعتبرو عرض تطويري كان فيه فترة كده ايام ان اكس تي و بلاك انجولد اا ايام ما كان شامبه فيها و الناس كتير كانت بتكلم و بتقول العرض جميل جدا بس بروا مقلتش بتعبها فدلوقت بقولوا ان عرض ن اكس تي ما بقىش هلو فااااااااا ما تفرجتش عليه في دلوقت اللي هو ما كان بيقولو عليه كويس جدا واحسن من رونس ماكدوت فأكيد مش هتفرج عليه دلوقتي يعني بس انا عارف العزمة يعني وما كلهم يعني مكتوب عليهم NXT فهتنجهم يلغبط شوية بس انا عارفهم ده ده تقريبا NXT Championship بطل NXT للرجال شكله كويس مش وحش بس مش مش ممتاز ولا جيد جدا فهحطه جيد هحطه جيد معانا بعد كده NXT North American Champion بطل امريكا الشمالية في NXT الحزام عادي يعني مقبول مش قوي مش قوي يعني مقبول بالنسبة لي معانا بعد كده NXT برضو ده هو تقريبا حزام التكتيم لرجال تقريبا معانا عشان مش بتفرج على NXT فمعرفش الحزمة قوي يعني ده تعريبا NXT هو NXT للرجال التكتيم آآ هو شكله ممتاز هو الصورة صغيرة كده ما يبانش انه حالو بس على فكرة يعني لما شفت الهزام بالشكل اكبر يعني بصوره اكبر يعني فيه تفاصيل كويسة فهحطه جايج جدا هلو بصراحة معنا بعد كده NXT Women's Championship اللي هو بطلة NXT للسيدات زي زي البطلة NXT برضه زي زي الحزام دافعاته جنبه هو الفرق ان داع اس و داع ابيض لكن هو نفس الشكل يعني جايج اخر مش شافه نواية يطلع اكتر من كده صراحة اه طيب معنا بعد كده التكتيم الرجال هو داعوا بتاع اه حزمة التكتيم للرجال سواء رو او من اسوأ الالقاب شكلا في تاريخ دابل دابلية يعني بالنسبة لي كان كان شكله احسن منه اه ده سيء سيء ومفروض ان هم غيروا يعني هم غيروا والقاب كتير اه ما جاتش على ده يعني ده اسوأ واحد فيهم المفروض يغيروا قريب على فكرة لان شكله لا يليق بالابطال اللي شارين اه معنا بعد كده تكتيم للسيدات بطل ابطال الزوجي للسيدات هو زي وزي ابطال الزوجي للرجال بس ابيض على ابيض شكله برضو كويس على فكرة فهوطه جيد جدا انا مستغرب ان هم عاملين اه حزام الزوجي والتكتيم اه احسن من اه من حزام البطل يعني ولا انا بيتهيقلي ولا انا معرفش بس هو انا مش شايف ان هو حلو بصراحة طيب بعد كده معي انا اه حزام الزوجي يهوط على الرجال للروه سيئ جنبهو زي من يا جماعة بصوا ايه ده ايه ده يعني ايه ده صنيت شاي دي ولا ايه مش فهم وايه الفضل اللي فيه يعني مش فهم وحتى الرسمة اللي عليه مش باينة يعني مثلا رسمين عليه اه الخوز اللي هي بتاع الفايكينج وكده بس مش باينة اصلا فعلا فس ان انت شاهل صنيت شاي ممروق كسبت معانا صنيت شاي اه مهم ما يخدش على بعده اه ده حزام السيدات السيدات للسمكدون الحزام ده تغير دلوقتي هو بتاع روه بقى WWE Women's Championship و Women's Heavyweight Championship بقى وشبه الورلد Heavyweight Championship اللي هو بطل العالم اه وحزام اللي هو مع رومان رينز الانتسبيوتد فدول الاتايم تعاموا وقيمهم برده اه دول مالتين زي بعض يعني سواء سمكدون اللي روه بس الفرق اللون فحطهم جيد ايه يعني عادي مش مش او سواء هو ده او ده اهو اتنين جمع بعض جيد طيب معنا بعد جيدا حزام بطل الولايات المتحدة اه الحزام شكله كويس على فكرة فيه تفاصيل اللي جندا جدا والنصر الامريكي وجزء من العالم الامريكي والنجوم فشكله كويس جدا بصراحة فهطه جيد جدا كويس بصراحة العالم القبل الاخير هو عالم للسيدات انا اتمنى ان هم يلغوا البطلقة بصراحة لاني بطلقة نحس كل اللي يمسك الهزامين يتصاب ويقول لي توقف ويقول لي تسرح من الاتحاد فبطلقة نحس بصراحة واصلا ملاش ايه ثلاثين لازمة اه انا اتمنى يلغوها وبتالي على الفكرة لو تكتيم بتاع السيدات الانكس دي لغوا السيدات لي خلو ده بس هو المفروض بيلف على الثلاثة عروض مفروض يلغوها كمان بصراحة لاني ملوش ايه ثلاثين دازمة بس تعالوا انقيموا يعني اه شكله مش ولابد يعني مقبول يعني هم حاولوا يعملوا حاجة بس يفشلوا فيه ده افضل وصف يعني المعنى بعد كده الورلد هيفيويت شامبينشيب بطل العالم للوزن استقيل الحزام روعة يا جماعة روعة اه تحفى بصراحة ممتاز الحزام عشر على عشر اصلا اول ما اعلنوا عنه هو اللي اعلن عنه قدام الناس اه انا انزهلت من الشكل يعني شكله رهيب جدا يمكن هو احسن كمان من الحزام اللي مع رومان رينز اه كشكل بس طبعا كأيمة مالوش برده لازمة حاسن اولوش اي لازمة برده هم حاطينه كده زي ما تقولت سليت وقت عشان النجوم يدعو بيها بس الحزام الاساسي اللي هم مهتمين بيه اللي مع رومان مش عارف امتى الموضوع ده هينتهي ممكن رسل مني الجاية الله اعلم فبس ده كان تقييمي لجميع الاحزمة بالWWE واتمنى يغيروا الرو بسمك دو من الرجال تكتيم بصراحة شكلهم صانيت شاي بالزبط زي ما نقول هم صانيت شاي فبس يعني ده كان فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ولو مش مشتراكين في القناة اشتركوا وده كان فيديو النهاردة كان معكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام شكرا